مش ممكن واحنا في الفين اربعة وعشرين التصوير يكون بالطريقة دي. شفنا التصوير في مباراة مازينبي والنادي الاهل في دوري ابطال افريقيا في مباراة نص النهائي وان التصوير عامل بالشكل ده التصوير اشبه ما يكون بكاميرا موبايل وكاميرا موبايل نوع رديء واللي بيصور ايدي عمالة تتهز والكرة بتبقى في حتة والتصوير في حتة تانية وبجد يعني انا وجعتنا ورقابتنا تلوحت والاتحاد الافريقي ولا هو هنا بس بس مشكلة فيها اسم مصر بيخش طبعا بكوة لكن هنا الكنغو المعين الكنغو دولة كبيرة جدا مفروض ان هي يبقى عندها تكنولوجيا وعندها ادوات وعندها معدات لكن شفنا النهاردة التصوير بغاية البشاعة النهاردة تصوير اقل ما يوصف بينا هو بغاية البشاعة تصوير وحش جدا وتصوير يوجع العين وتصوير لا يغليق بافريكا والبطولة بتزعى على اكتر من قناة كمان عالمية والناس بالتبحة وطبعا لان النصف النهائي ولان خلاص قربنا من النهائي وكرة افريقيا بتحظو باهتمام طبعا لان عندنا نجوم عالميين من يقول ان هو تصوير بدائي جدا لازم يكون في وقفة من الاتحاد الافريقي لان التصوير بالبشاعة دي من سنين كتير في نفس الملعب ده بيتم بنفس الطريقة دي التصوير ومحدش بيتكلم ولا حد بيقدر يقول حاجة وكل سنة على كده وكل مباراة على كده وطبعا مداما لا يغليق ولا بمازنبي ولا بالقنغو ولا بالاتحاد الافريقي ولا حتى باللي بيلاعب مازنبي طبعا ان هو النادي الاهلي نتمنى الموضوع يتصلح من برؤية الجاية كل ستركوا معنا وتفعيلوا الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته